اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا هعمل مقدار كيلو كحكا فانا جبت كده نص كيلو عجوة خدت نص بصراحة وجبت نص كيلو ملبن برضو خدت نص على قد كيلو يعني حطيت بقى الملبن العجوة زي ما انتم شايفين كده حطيت علامة على ادسامنة بلدي وهبدأ بقى ايه اعملها كده انا عامها بالسامنة بلدي وهبدأ بقى ايه اعمل لها كرات كده على قد كحكاية كرات صغيرة كده تنسوش بس تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة خلاص انا جهزت العجوة بالشكل ده هعمل ملبن برضو بنفس الطريقة هخل معلات سامنة بلدي عن ملبن وهبدأ برضو ادمجه مع بعض كده وبعدين برضو عملوا قرات صغيرة حركتي بقى بتسايل معاك حشو الكحك يعني تبقى طريقة حلوة قوي بس اهم حاجة هاتي ملبن وعجوة يكونوا جودة حلوين ممكن بقى الملبن ده تحط عليه سودان مجروش تحطي فوزدق مجروش لو عندك يعني حابة تعمليه سادة كده برضو بيبقى حلو قوي العجوة ممكن تحطي برضو معلقة سمسم عليها لو حابة يعني مش حابة خليها سادة زي ما انا عملت كده هنبدأ بقى في اكتاحك كده انا جبت الميزان حطيت بس الحل اللي انا عامل فيها السمنة وخدت الميزان بتاعه وبعدين صفرت الميزان تاني وهبدأ بقى اوزن معاكم خمسمية وخمسين جرام من السمنة انا حطيت ربعمية وخمسين جرام من السمنة اللي هي كريستال وحطيت عليهم مية جرام زبدة دي سمنة بلدي الزبدة انا مسياحة وشايلة المرتبة بتاعتها وعملتها سمنة بلدي فخدت مية جرام منها على ربعمية وخمسين جرام سمنة كريستال اي سمنة انت بقى تحبيها يعني وهبدأ بقى ايه اسياحهم هالنار لحد ما السمنة تقضح معايا زي ما انتم شايفين كده السمنة بقى ايه بتسخن معايا ودول ثلاث معالق من السمسم ثلاث معالق كبار من السمسم الأبيض هتحمصيهم بقى عن نار بتطلع الرطوبة من السمسم وفي نفس الوقت بقى ايه بتدي تحمصها حل بقى للسمسم كده وبيدي له راحة حلوة او انا بقى باختبر القطح السمنة ازاي بنزل بشوية بين تراطيف صابعي كده سمسم او ممكن دقيقة مجرد ما بيبدأ يفور مع السمنة كده ايه خلاص ايه دا حيت معايا كده فغلاص بقى الجهازة معايا اه دا كله دقيقة بقى هنخلو كويس قوي لازم تنخلد دقيقة والدخل فيه هوايان اه هنزل عليه بقى بالتلاث معالق السمسم بالشكل ده وهقلبهم مع بعض نسوش بس تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة دي كده نص كباية مياه دافية لا ربع ربع كباية معالش أسفر ربع كباية مياه دافية نزلت عليها ببكة خميرة اللي هو العشرة جرام ومعلقتين كبار من السكر عشان معالقة صغيرة انا حطيت اربع معالقة بس هو يعني ايه هما معلقتين كبار من السكر وهسيب بقى الخميرة ايه على جنب كده دا تست كده بتعمليه اختبار الخميرة انا ضمن جودة الخميرة معايا وعارف ان ايه كويسة بس برضو انت بتختبريها يعني سيبتها بقى على جنب تخمر معايا كده ونزلت بقى بالسمن على الدي وهبدأ بقى ايه افرقهم مع بعض بالشكل دا انا كنت احطيت رشة ملح بس نعلش يا الكاميرا ما جابتهاش يعني عدي ايه احطيها كده بتبقى زي سنة كده الملح ده بيبقى سنة بتبدأ بقى تفرق السمنة كده بتديه كويس قوي ننسيش بس تقول ما انت يقفى كده تصلي على الرسول وتسمي الله يعني ايه الحاجة بتطرح البركة في الحاجة كده وتسمي كده وتقول يعني ايه بسم الله ما شاء الله يا رب يحسن ما بين ايديه وتصلي على الرسول تجعل الخير موجود كده وربنا يباركلك في الحاجة اللي انت بتعمل ايه تبدأ بقى تفرق السمنة كويس قوي حركة البس دي بقى اللي هي بتضمني ان الدقيق اتغلت كله بسنة اللي انت حطاه خلاص كده انا بشتك الحد ما دقيق كله اتغلت معايا جبت بقى الخميرة ونزلت بيها الخميرة اللي انا مدوبها في ربع كبات مية ومعلقتين كبار من السكر وبرضو ايه انت ما بتعجنيش يا دوبك تلمي العجينة بس بالخميرة ده كده موج لبن انا حطيت عليه ازازة روح سامنة بلدي حلو قوي صدقوني بتقيمة مية رحة حلو قوي للكحك وطعم حلو قوي وهبدأ بس ايه انزل شوية بشوية كده والمي في العجينة انت ما بتعجنيش يا دوبك تلمي بس العجينة باللبن بالطريقة دي واحدة واحدة بس كده ان شاء الله المقدار ده يبقى مزبوط معاكي وكويس قوي وما تقليش منه خالص المقدار ده مزبوط جدا تبدأ بقى تلمي مشاء الله العجينة كانت لينة وحلو قوي في ايدي مشاء الله اللون السامنة في العجينة حلو قوي انا بس ايه باختبر العجينة بالشكل ده هي لسه بتشقق معايا فطالما تختبر العجينة ولسه بتشقق يبقى لسه عايزة ساويل معاكي حبة بقى تعجني بمية ايه عجيني حبة تعجني بلبن اللي رياحك برضو انت تعجني بمية لو هتعمل كمية كبيرة هتقض معاكي فترة كبيرة يعني تعجني بمية عشان اللبن فيما بعد طعمه بيغير في الكحك فانت ايه لو هتعجني في كمية كبيرة لا اعجني بمية هتعجني مقدار صغير اعجني بلبن وممكن تعملوا نص المقدار مية على لبن زي ما انتو شايفين هي اخدت معايا موج اللبن كامل واختبرت العجينة ومشاء الله ما بتشققش معايا خالص وجميلة ولينة معايا كده عدم بقى تشقوقات العجينة دي ولا تعمل حلو قوي معايا كيان هي كده اخدت سوايل معايا ربع كبات مية ومج لبن زي ما قلت لك ممكن تقسيمي مقدار السوايل بقى مية على لبن اللي انتو حبايا خلاص العجينة يا دوبك انا سبتها تريح مفيش تش عشر دقايق على مجهزة السجان بتاعتي وجيت اشتغلت فيها عجينة الكحك يا جماعة ما بتخمرهاش انتو بتشتغل فيها على طول يا دوبك بس تريح خمس دقيقة على مجهزة السجان بتاعتك وحكتك تبدأ تشتغل فيها عملتها انا بقى قراط كده على قد كحكاية اللي انا عايزها وجاهزتها وبعدين بقى هبدأ اشكلها معاكم بالشكل ده بفتح العجينة كده وبفرد كرة بتاعت الملبن معايا في قلب العجين ولما بالراحة خالص عشان طبعا ايه الملبن ما يطلعش منك ولا العجوة من الكحكاية تبدأ الكعورية وبالبصمة كده تضغط عليها بالبصمة وتبصميها موضوع سهل وبسيط وصدقيني الحاجة في البيت انضف واحسن واقفر بكتير من برة واسمك عاملها بايديك يعني اخدم الحاجة صح هتطلع النتيجة معاك ممتازة بصراحة زي ما انتم شايفين بقى انا عملتها كده بالبصمة بالشكل ده دي لعب كده انا جايبها بصراحة للكحكة قلت اجربها معاك يعني حلوة بصراحة برضو مديها شكل حلو او للكحكة بس انا بصراحة اسهلت البصمة فاشتغلت بالبصمة زي ما انتم شايفين بقى اعمله بقى الكحكاية الحجم اللي انت عايزة يعني الحجم اللي ينسبك اعملي بس كل ما كانت الكحكاية صغيرة وحلوة كده كل ما كانت بتبقى احسن وتبقى كحكا كبيرة يعني زي ما انتم شايفين انا ورتكوا كل الحاجات اللي انا اشتغلت بقى في الكحك يعني طرق التشكيل دي بقى اللي تريحك فيه ناس بتحب تشكل بالمنقاش وتنقش فيه ناس بتحب تعمل بالبصمة فيه اللعب بتاع الكحك دي برضو بتبقى حلو قوي. انا وريتكو بقى كله بس بصراحة هكمل بقى ايه هستسل بصراحة هكمل بالبصام. هكمل للكيلو كله بالبصام. بس انا حبيتها اديكم افكار يعني ووريكم انا بنقشه بايه. ممكن بكزة طريقة. زي ما انتم شايفين انا بقيت ان انا اقشل الكرة بتاعة الكحك. واحطها في الصينية وانزل عليها بالمنقش. هو المنقش بصراحة يعني ايه? اتحسي يعني بيبطط الكحك معاك شوية كده يعني ما بيبقاش مدها الارتفاع بتاعها العالي زي المنقش. المنقش عشان انت بتنقشي فالكحكة بيبقى ارتفاعها كويس قوي. البصامة يعني ايه ارتفاع الكحكة ما بيبقاش علي قوي بس هسدقيني برضو بتبقى حلو قوي واسهل واسرع بقى لو انت مستعجلة مسلا هتعملي كمية البصامة هتنجز معاك بصراحة. فزي ما قلت لك بقى دي ترجع لك يعني انا معلش كنت اوقات بحس ان الكرة بتاعة الكحكة يعني كبيرة فكنت اوقات بهم اسمنع عادي بكل سهولة يعني. زي ما قلت لكم الحجم بقى اللي انت عايزينه وتعملوه يعني. كل سنة انتوا طيبين وربنا يجعلوا عيد سعيد عليكو كده جميعا يا رب. ربنا يجعل الخير والبركة دايما موجودة في بيوتنا يا رب. خلاص دي اول صانية وانا بقى نقشت التانية وجهزتها دول صانيتين اللي طلعوا معي من الكحك. ان شاء الله الصانيتين كبار من الصغيرين يعني. كله الكحكة ما شاء الله كله دي اطلع معي كمية حلوة او من الكحكة. ده بقى شكله بعد ما خمر انا سبته عشر دقايق ده بقى سخنت الفرن. يعني انا قدت على الفرن نسخن كويس قوي. كان الكحكة رايح بتاع عشر دقايق وبعدين هدخل الفرن. كانوا زمن بقى اهلينا بصراحة بيسيبوه خمر بفترة كبيرة او لاني ما شاء الله كانوا بيعملو كميات كبيرة ايه. انا بقى دخلت الفرن على مرة هادي خالص. آآ الصوج اهد معي بتاع عشر دقايق في الفرن. ما تقطريش عن كده عشان الكحكة يعني محشية. فالحشو ما بيحتاجش سوى قوي زي ما تبقى الكحكة مش محشية. اللي طبعا لو الكحكة مش محشية. لو مش حطى فيها عاجوة ولا ملبن. بتاخد سوى عشان بيبقى قلبها كله عجين. فلازم العجين ده يستوي. اما كمية انت حط حشو مش هتكمل معاك الصغ مش هيكمل معاك عشر دقايق بالكتير قوي في الفرن. وهيبقى شكل الكحك بتاعي. ما شاء الله كان جميل وكانت ريحته. ما شاء الله الله اكبر كانت ريحته جميلة قوي. خلو بالكم انا مش هطاله سمنة بلدي كتير. يعني لو انت مسلا مش مطفر عندك سمنة بلدي اعمل ليه بسمنة علب عادي. حابة اعمل له نص المقدار سمنة ونصه سمنة بلدي على سمنة علب ماشي. حابة اعمل ليه بسمنة بلدي ماشي. بس اهم حاجات كني مسيحة الزبدة ومطلع على المرتبة بتاعته. تبقى تبدا بقى ترسي بالشكل ده وترش عليه سكر بودرة مش هالله جميل جدا. ونعميته انا ورها لكم. نعم جدا وحلو. لو انت مسلا حباها نعم جدا قوي يعني. لوك حكاية تبقى دايب قوي كده. حط سوتمائة جرام من السمنة على الكيلو. بس يصدقوني الخمسمائة وخمسين جرام حلو قوي. كحكة معقولة ومسكة نفسها كده يعني ايه? تيجي تمسكها في ايدك ما تفرولش في ايدك يعني. فزي ما بقولك لو انت بتحب سمنته زيادة وبتحبي دايب قوي حطي له ستمائة جرام لكل كيلو تعمليه. في ناس بتحب تحطي له انا بصراحة مش دايما يعني بحب احط البيكنباودر بس دي برضو حاجات رياحك. لو انت حابة تحطي له بيكنباودر يبقى على صغيرة مسح كده من البيكنباودر على كيلو الدي. انا قلت برضو عرفها لكاني لو انت حابة تحطي له بيكنباودر. بس ان شاء الله يعني هو كان حلو قوي بالخميرة وفي ناس بتعملو خميرة بيرة. انا بقى بصراحة بعملو خميرة فورية. ده شكل الكحك بقى معي. مش هالله حاجة جميلة وتفتح النفس. وعايز اقول لك انا نسيت بصراحة اجيبها على الميزان. انا وزنت الكيلو دي اللي انا عملته كحك. وزنت على الميزان اداني تلاتة كيلو كحك. يعني انت لو هتشتري من برا كحك جاهز. ده مقدار تلاتة كيلو كحك من كيلو دي. انتو شايفين الفرق. فصدقيني اعمليه في بيتك. حاجة حلوة وموفرة. انا بقى كنت بورك معيها دايبة وجميلة وطعمها جميل جدا جدا جدا. وراح تستمينا البلدي فيها جميلة. ده بقى شكل الكحك بتاعنا كل سنة وانتو طيبين. وعيد سعيد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.